مصر ما كناش متقدمين في تطوير الموالح. الموالح اللي هي البلدقار عشان انا اسدر انتو مش عارفين. لازم يبقى في ورقة ملزوقة. انت بتقول لنا الكلام ده ليه? عشان انتو ديتنا الصحة. لو لقيت الورقة اللي هي وورقة بيضة جدا. ايوة. مكتوب عليها. بصوا بقى. اولها بالانجليزي. يا تلاتة. يا اربعة. سبعة ستة واحد. معناها هذا المنتج مرشوش بمودات حشبية. ويجب ان نقص لها جيدة قبل ان نقل. سهلا? دي سهلا. طب انت بتقول لنا ليه? عشان في يوم من الاياب. مصر هتخلينا ناكل الحاجات اللي هي زي اللي بصدرها. احنا كشعب مصرح زي اللي بنصدره اللي اكنا طلعين الاوائل عليهم ده. طلعين الاوائل على اسبانيا وعلى حاجات تانية كتير كانوا هم الهولة في الموالي. خلاص? اه. في حاجة تانية لما بيكون. اه. لو لقيت الورقة دي. ولا العادية كل الفواكه. هو مفروض ان انا بخصي كل الفواكه. وانا النجوات اللي فكت قلت الوبريات اللي هي الكوخ والمش. بجيب لهم ليك مخصوص كده. اه. 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 لو رقم المكوى من خمس ارقام واول رقم تسعة من الحياة بالانجليزي. ده معناها ان دي او ارغانيك او اطيب واحسن فكه او نوع. هي اول رقم فيها تسعة. طيب. لو رقم تمانية وخمس ارقام والرقم اول م Trungالي. ده معناه ان هي معالجة ورسية. ايوه. ده انا لكي كنت اداء. اداء واخذ فقص اي جه سألاصا. اي اي هوnell rock радس شكرا